وانت بتلعب في الدوري معي فريق والبطولة تقريبا خادت بتاع سنة اهو تقريبا نحن بقى ان سنة انت بيبقى احساسك ايه في الملعب انا عايز برضو حاسس احساس اللاعب ملل انا مش اصليه الكورة دي متعة انا بلعب يعني هو ميزة لعب الكورة اصلا ان هو بلعب حاجة هو بيحبها صح حاجة بيستمتع بيستمتع بالحاجة اللي هو بيحبها يعني ده غير مسلا مهنة اي حد تاني ان هو ممكن ما يكونش انا بلعب كورة انا بحب الكورة وبلعبها بشكل محترف باجي في اخر فترات انا ببقى عايز افصل ولمشكلة ان انا ما افصلش يعني انا بقول مثلا الدوري خلص خلاص وابتدأ افرح الاقي ان انا ببدأ فترة اعداد عشان ابدأ السنة اللي بعدها فموضوع مميت وقاتل بدنيا ونفسيا ولعيبة لازم على الال يعني من اسبوعين لتلاتة تفصل فيهم عن الكورة تماما عشان تعرف يعني تشتغل بعد كده في المسابقات اللي بعد كده فسوق انتظام المسابقة ده مخلي الدوري في وضع يعني ده اللي هيأثر على المنتخب ولمنتخبات احجيلك على المنتخب كمان بس يقول لك كابتا يماني ايه يا اما ولا ايه بياخد ملايين يعني هو عايز ياخد اجازك كمان وبياخد ملايين الملايين ايه انت يبوس ماشي ما عايز يسرفهم ماشي ما عايز يسرفهم ماشي عارف الدوري خلص امتا دي حاجة وكاس مصر هيبدأ كاس مصر يا جد انت بتهرجه ولا ليه اي لازمة اكسم باللي اللي بحط الحاجات دي يعني يا ربنا والله ولا ليه اي لازمة الدوري اصلا مخلص زي ما احمد علي بتكلم اللعيبة برضو عندها وقت عايز تاخد اجازة عايز تاخد اجازة عايز تفسح يا اما عايز اخد عيلتي وقصريتي تفسح انا حر يعني انا برضو بقى تعبت سنة كاملة سنة ايه ده انت مش عارف سنة ولا داخل على سنة ونص بس انت مش عارف ايه خلص امتى توقفات مش عارف ايه بتاع طب ماشي الدوري خلص طب ديني بقى شهر كده كده استجام انا والاسرة مفيش خش يا عم ملحم في دورة فترة اعداد بعد فترة اعداد اللعب الدوري الجديد عشان معنا مش هينفع لا يعني بعد كده اصابات كتير للعيبة طب ماشي طب أنا خلص خلصنا بالدوري هتلعب كاس مصر امتى ده عايزك تخلص كمان كاس مصر قبل نهاية الشهر ده هو كولر نفسه قال ان امتظروا في شهر 12 تقريبا انا هو شهر وعد كارسة للعيبة دي لو استمر الوضع بالمنظر ده ماشي كده الاهلي قالك انا مش تعب اه يعني اصلي اللي بيحصل ده فانم غير يعني انا بطفق مع الناس الاهلي يعني معلش الناس دي بتفهم ايه اللي بتعملو ده يا جماعة لأ بجد لازم لازم بيقفه وقفة صح يعني بجد يعني لازم نحط واحد كده يعني يعني فاهم بالزبط اللي بيحصل ولازم انا اسر ربنا لا تفضل انا عزدي يعني لازم يبقى فيه سنة تضحية ان انت تعمل بقى اي شكل او اي حاجة ان انت تزبط بس الموعيد ان انت السنة دي بقى دوري بقى اي نظام بس على الاهل يبقى فيه سنة استثنائية طب اقول لكم حاجة سنة سألت في القصة دي وانت اقول انت ما نخليها شكل استثنائي ما نلغي اصلا ما نعمل اي حاجة اقول لعم مجموعة مجموعتين اه هنا بقى بتواجه المشكلة تانية بتيكي الاندية تقول لك المباراتي هتقل فالفلوس اللي هتخشيلي من البس ومن الرائع اقل فلا بقولك ايه لعيبني ان شاء الله كل يوم مباراة بس يديني الفلوس كاملة عشان ما يبقاش عندي مشكلة وانت برضو بتواجه المشكلة دي انه اه الاندية بتشتكي من الضغط بس في نفس الوقت يقول لك لها ما تغليش مطشاة ولا تقللها عشان ما اديت